دكتور فواز بالفعل هي عنصر المفاجأة ولكن صدرت العديد من التقييمات والتحليلات لحرب اكتوبر وعن ملبساتها وتطوراتها دعني أخذ أحدث ما صدر عن تلك الحرب وتم كشفه من الجانب الإسرائيلي ضمن 3500 ملف دكتور فواز خبراء تحدثوا أن تأثير الوثائق سيكون كارثي وأكثر سلبي على الإسرائيليين عندما يقرؤون أن جولدا مئير رئيسة الوزراء فكرت في الانتحار عندما تكونت أمامها الصورة واضحة صورة الأوضاع في مدان القتال وتقدم المصريين وتوجست أن الطريق إلى تل أبيب سيكون مفتوحا أمام الجيش المصري إذا لم يتدخل الأمريكيين وأعيد هنا إذا لم يتدخل الأمريكيين لحماية إسرائيل كيف تقيم ذلك وكيف تنظر لهذه الوثائق الجديدة؟ أولا ليس فقط لدينا وثاق إسرائيلية جديدة لدينا وثاق أمريكية جديدة أيضا وليام كوانت أهم أستاذ جامعي أمريكي وكان عضوا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عام 1973 كان مشاركا في اجتماعات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ونشر دراسة هذا الأسبوع يتحدث فيها بالفعل عن الأخطاء الإستراتيجية الكارسية التي حدثت داخل الإدارة الأمريكية وزميلي عبد المنعم سعيد معه الحق إلى درجة كبيرة القيادة الأمريكية ممثلة بهنري كيسنجر هنري كيسنجر كان صانع السياسة الأمريكية بالدرجة الأولى قبل الرواية الإسرائيلية الرواية الإسرائيلية كانت تقول بأنها لن تتنازل عن الأرض بأن قوة إسرائيل رابعة بأن العرب لديهم عنصر الخوف عام الردع على الرغم من وجود العديد من الوثائق الأمريكية والوثائق الإسرائيلية كانت تشير إلى هناك عدة أدلة تشير إلى أن الحرب قادمة تصوري رئيس وزير الخارجية المصري حافظ إسماعيل اجتمع مرتين قبل الحرب أكتوبر مع نظيره الأمريكي وقال له بالحرف الواحد بأن الوضع الراهن غير مقبول مصر سوف تذهب إلى الحرب إن لم تحب تنسح بإسرائيل من سيناء الرئيس الروسي بريجينير قال لنظيره الأمريكي بالحرف الواحد قبل الحرب بأن مصر ذاهبة إلى الحرب ولكن بولدا مائي رئيسة الوزراء أقنعت نظيرها الأمريكي كيسينجر بأن قوة الردع الإسرائيلية باقية لأنهم نظروا إلى هذه الخلفية من عدسة حرب 1967 وبالفعل حدثت الصاعقة صدمة صاعقة حرب ليس فقط للقيادة الإسرائيلية وأيضا للقيادة الأمريكية شبه انهيار داخل القيادة الإسرائيلية إحدى الجنرالات الإسرائيليين في سيناء كان يفكر باغتيال وزير الدفاع الإسرائيلي موشا ديان في مكتبه انهيار كامل وهذا يدل بالفعل ليس فقط على الفشل المخابراتي أيضا علينا أن نذكر أن الجيش المصري قاتل تجيش شجاع